ينضم إلينا من طوباص مرسل الغد خالد بودير خالد ضعنا بتفاصيل حول كيفية اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباص وكيف استشهد الشاب الفلسطيني صباح الخير كاترين نعم فجر هذا اليوم قوة كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباص وعدد من القرى والبلدات المحيطة وتحديدا بلدة طمون لتنفيذ عملية اعتقالات بحق من تصفهم بالمطلوبين والمطاردين خلال اقتحام تعرضت قوة لجيش الاحتلال الإسرائيل لإطلاق النار المصادر الإسرائيلية قبل قليل تشير إلى أن احتمالية الشهيد كان قد استشهد خلال تبادل لإطلاق النار نحن الآن أمام مستشفى طوباص التركي في هذه اللحظات وهناك حشد كبير من المواطنين الفلسطينيين وصلوا إلى المستشفى لتشيع جثمان الشهيد صدام بني عودة 26 عاما بعد أن أصيب برصاصة خلال المواجهات التي اندلعت صباح هذا اليوم الشاب أصيب برصاصة اخترقت القلب والرئى اليسرى واستقرت في الكتف ولم تتمكن الطواقم الطبية من إنقاذه وإسعافه خلال الساعة العاشرة أي بعد الساعة من الآن سينطلق موقف جثمان الشهيد باتجاه مسقط رأسه إلى بلدة طمون هو أسير سابق اعتقل ستة أشهر في العام 2017 وأفرج عنه لاحقا شارك خلال المسيرات التي انطلقت نصرة لمنطقة الأغوار وتحديدا أمام المخططات الاستيطانية وتحديدا في نطاق مسقط رأسه في بلدة طبون طمون نشاهد في هذه اللحظات عشرات الشبان والأهالي الذين توافدوا إلى محيط المستشفى هناك حقيقة أزمة سير خانقة نتيجة التدافع الكبير من أهالي البلدة وأهالي المحافظة طباص للمشاركة في تشيع جثمان الشهيد صدام حسين بني عودة 26 عاما هناك حالة من الحزن حالة من الغضب وإعلان للحداد العام في طباص وكذلك أيضا في بلدة طمون مسقط رأس الشهيد سينطلق جثمان الشهيد تمام الساعة العاشرة من المستشفى التركي وسيتم التوجه مباشرة إلى مسقط رأس الإلقان أذرة الوداع بمشاركة فصائلية وشعبية حاشدة لتشيع جثمان الشهيد صدام حسين بني عودي هذه جزء من العمليات التي استمرت حقيقة عمليات المداهمة والترويع التي يتعرض لها الشارع الفلسطيني والأهالي الفلسطينيين خلال الانسحاب وتحديدا عند الساعة السادسة والنصف من فجر هذا اليوم تعرضت قوة الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق نار ودار اشتباك متبادل بين مسلحين فلسطينيين وكذلك أيضا جنود الاحتلال الإسرائيلي رد جيش الاحتلال الإسرائيلي على مصدر النيران التقارير الإسرائيلية التي وردت قبل قليل تشير بأنه لربما واحدة من الاحتماليات حول استشاد الشاب الفلسطيني أنه كان من بين المجموعة التي أطلقت النيران عليها المصادر العبرية أكدت أيضا أنه لم تقع أي من الإصابات في صفوف جنود الاحتلال الإسرائيلي هذه المواجهات هي فتيل أزمة وتصعيد ميداني خاصة المداهمات الليلية في مناطق الضفاء الغربية طوباص ليست ببعيدة عن مدينة جنين التي تتعرض لعمليات مداهمة واعتقال ليلية وعند كل عملية اعتقال يكون هناك اشتباكات مسلحة وكذلك هناك ارتقاء لعدد من الشهداء هناك رفض لعمليات الترويع والمداهمة من قبل الفصائل الفلسطينية محذرة في الوقت ذاته من مغبة أن تنجر المنطقة برمتها إلى تصعيد ميداني شامل وواسع طبعا ذلك يأتي في ظل تعنت الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينت للاستمرار في مشروع الضم وكذلك أيضا مشروع الاستيطان تحديدا هنا في مناطق الأغوار الفلسطينية وطوباص التي تحتضن الأغوار الشمالية منها من طباص كنت معنا مرسل الغد خالد بدير شكرا لك